بسم الله يمعونيه ثم عاد فأهلكوا بذيح صبصر عاكية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صبعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعا ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طرى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة يومئذ وقعت الواقعة وإن شقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمي فيقول ها أمقرأوا كتابي إنني ظننت أني ملاق الحسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشرموا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مارية هلك عني سلطانية خذوا فغلون ثم الجحيم صلوم ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حبيم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطرون فلا أغسر بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين إنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الحاقة ما الحاقة وما أجراك ما الحاقة كذبت ثمون وعاد بالقارعة فأما ثمون فأهلكوا بالطاضية وأما عاد فأهلكوا بذيح صبصر عاكية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صبعا كأنهم أعجاز نخل خارية فهل ترى لهم من باقية وجاء في العون ومن قبله هو المؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طر الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة يومئذ وقعت الواقعة وإن شقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمي فيقول ها أم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاقي الحسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشرموا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مارية هلك عني سلطانية خذوا فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عليه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله يمعونيهيم الحاقة ما الحاقة وما أجراك ما الحاقة كذبتهم وعاد بالقارعة فأما ثمون فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بذيح صبصر عاكية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صبعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعا ومن قبلهم والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طر الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فلكتا لكة واحدة ويومئذ وقعت الواقعة وإن شقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابهم بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق الحسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا اشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مارية هلك عني سلطانية خدوم فغلوم ثم الجحيم صلوم ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطرون فلا أغسل بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين إنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله يمعونيه الحاقة ما الحاقة وما أجراك ما الحاقة كذبت ثمون وعاد بالقارعة فأما ثمون فأهلكوا بالطاضية وأما عاد فأهلكوا بذيح صبصر عاكية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صبعا كأنهم أعجاز نخل خارية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طر الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ويومئذ وقعت الواقعة وإن شقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيني فيقول ها أم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاقي الحسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشرموا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مارية هلك عني سلطانية خدوم فغلوم ثم الجحيم صلوم ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين إنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله يمعناه الحاقة ما الحاقة وما أجراك ما الحاقة كذبتهم وعاد بالقارعة فأما ثمون فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بذيح صبصر عاكية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صبعا كأنهم أعجاز نخل خارية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعا ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طر الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ويومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابهم بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاقي الحسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشرموا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مارية هلك عني سلطانية خدوا فألوم ثم الجحيم صلوم ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطرون فلا أقسن بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد العلم حاجزين فإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر